اشتركوا في القناة ملكة جمال مصر عشرين اتنين وعشرين وكمان هي ميس أليجنت هنتكلم معيها عن المسابقة وعن خطاتها والمشاريع اللي هتقدمها المجتمع خلال السنة دي وهنعرف منها كمان هل هتشارك في مسابقة ملكة جمال الكون تفاصيل كتير قوي هنعرفها من هاجر دلوقتي صباح الورد يا هاجر صباح الورد يا سمين عامل ايه منورونا واولا بنبريك لك طبعا على فوزك بالمسابقة الله بريك فيك وعايزين يعرف كده يعني قدمتي ازاي بقى والموضوع جيفت في بالك ازاي وايه اول خطوة كده اخدتيها احنا انا لقيت نازل على النت فقدمت مرة واحدة وبعد كده سبت الابريكيشن شهر وبعد كده لقيتهم حطوني في جروب اللي انا روح عامل الادشنز بقى ونتسقل اسئلة ومعرفش ايه كنا 1500 بنت وبعد كده لقيت نفسي 35 بنت بس طبعا في الجروب اللي اتقابلنا وبعد الادشن بقى طبعا كان فيه تمرين كتير بقى ورهيرسلز والحاجات دي اقول بقى ما نوصل للفاينل وفي المسابقة بنمر مثلا بمس أليجنت ومس فتنس ومس تالنت فكل بريم من دو بقى اديكي سكور يأهلك للفاينل اه يضمن لك مكان في الطوب 5 بتوع الفاينل اه والادشن بيبقى فيها ايه يعني بتعملوا ايه كل واحدة مثلا بتتساءل سؤال انا كان سؤالي انت معه ولا ضد الانلاين ديتنج اللي انا قديت سمون اونلاين فانا قلت لهم لا او انا ازاي هديت سمون بهان ده سكرين من غير معرفة البرسناليتي بتاعته فهي بتبقى اسئلة عامة يعني بس بيشوفوا وانت تفكيرك عمل ازاي انا شفت كمان من الاول لاني كنت حضرة يعني في الاول في لجنة التحكيم شفت قد ايه كانت الناس كمان مبهورة بيك اول ما دخلت وناس كتير اوي صوتتلك وانا منهم الحقيقة فايه بقى كتأصعب لحظة عليك في الاول اول ما دخلت كنت حساكي بردو متوترة اوي ايوة واقساة مسألة جنت اصلا انا خلاص كنت متوترة حتى انتي كنت عاملت ولي هي قاعدة قدامي فاعملت ولي ايه دي ايه دي لا هو صراحة الوقف عالستيج اصلا مع التوتر صعب اوي ويقول انتي كمان نفسك في ده فبيبقى بنسبالك اصعب ففي كل لحظة بتعدي مثلا وممكن في الاخر ما يقولوش اسمك دي بتبقى اصعب نقطة بجد بتمر على اي حد انتي بتقولي ان كان نفسك في ده من زمانية انتي كنت بتحلمي بايه وان انت صغيرة يعني هل انتي كنت فعلا بتفكري في موضوع المسابقات ملكات الجمال ده ولا كنت بتفكري مثلا في حاجة ليه علاقة بالميديا ولا يعني انتي قلت انك لقيت الابليكيشن او فمن قبل كده انتي كنت بتفكري في الموضوع ازاي انا من زمان مثلا اقول لولدي والدتي انا نفسي ابقى ملكة الجمال نفسي ابقى ممثلة فكل سنة مثلا كنت باجي قدم على حوار مس ايجوب ده ما كنتش ببقى يعني مثلا ببقى مسافرة ببقى وراي حاجة فالسنة اللي ما قدمت الابليكيشن انا اصلا نسيت يعني شهر عشان يردوا فده كان طبعا وقت كتير وبعد الشهر عدت مثلا عشرة يام بقى اللي هم مثلا من الالف وخمسمية بيشوفوا بقى مين اللي اتقابلت ومين ما اتقابلتش فبرضو كنت خايفة جدا فكلش اقول هم ماخدونيش هم ليه محطونيش في الجريب طبعا عايز اعرف انا من زمان يعني متأهلة لده وبحب اللي انا عبقى ملكة جمال حبا ان انتي تبقي كده لما تكبري طب هل بقى كان فيه شروط معينة مثلا واجهتيها كانت صعبة عليك شوية هل طلبوا منك طلبات معينة هل غيرتي حاجة في نفسك في شكلك في كده بصي اول ما دخلت المسابقة انا كنت زايدة 3 كيلو على نوازني قالوا لي انتي لازم قابل الفينو انت كوني خستيهم او يعني انتي خسيهم اكتر هو اما حاجة اللي انتي بقى طولك وجسمك مناسبين مع بعض وبالتالي فعلا روحت لدكتورة تغذية وخسيت معي الثلاثة كيلو كان قليلني عليه طب وكانت ايه اصعب حاجة واجهتيها في الشروط غير الثلاثة كيلو لا يعني بالنسبة لي كانت الشروط كلها كويسة طب ما توضح لنا كانت مثلا مورعي ها يعني كان فيه ايه تاني يعني الشروط لازم ابقى مصرية ما في المية ما ينفعش مع معيه جنسية تانية طولي مناسب مع جسمي شعري مثلا مفيش بروكة جمال طبيعي شعري طبيعي اه يعني ممكن نحط مثلا اكستانشنز خفيفة مش هاجيلهم مثلا بوجب او لانسز وكده هما دايما بيميلوا للجمال الطبيعي اه وقبل كل ده لازم يبصوا مثلا انتي قد ايه متعلمة وخارجت ايه وثقافتك ايه ودرست ايه وكده طب انتي فعلا درستي ايه بقى انا مسكم اكاديمية بحرية اعلام حارجت 2020 اه فلصت دراسة اعلام اه متجهة للميديا طب وكده ايه بقى يعني عايز اعرف يعني مثلا لو سألناك ايه بقى معايير الجمال بالنسبالك اكتر حاجة بالنسبالك تبقى ايه اكتر حاجة انا الصراحة يعني بحكم عن الشخصية بس طبعا في المجتمع ده الناس بتختم عن الشكل فانا بالنسبالي يعني الجمال جمال جوهر مش جمال شكل بس في المجتمع ده هما بياخدوا جمال شكل الاول طب انتي بالنسبالك يعني يعني هتفكري في ايه يعني اول حاجة هتجي في بالك لو حكامتي على بنت انها جميلة هتبقى ايه هي ايه شعرها اه وشها جسمها اللي هي تبقى يعني متناصقة مثلا بستي هنا كده بتحكم جمال الشكل ايه معناها معا هي اتغيرت مع المجتمع ايسا ايه اتغيرت مع المجتمع يعني انهي مجتمع اللي هو بيبقى بيحكم بالشكل يعني يعني مؤخرا يمكن لا لا يعني يعني ممكن يسألك سؤالة وانت لو ده جد الوقت سي مسألنا عايز تعرف واحدة هتعرف عشان شخصيتها ولا هتعرف عشان شكلها الاول لا يعني يسيبك مني انا احنا خلينا احنا يعنيieri يا من خلية تعاليész تحتللونه هنا يا احنا من نساغ لـيتي قلت ڭلواتي لـيتي قلتين درويتي يعني حاجة ي smelled stresses في انتي قلتين المجتمع درويتي بيقوم بالشكل يعني انهي المجتمع اللي بيقوم على الشكل ده وانتات درويتي بتقولي benefit ل المـيهишь كاساليتك انا عندما اجتم على الأن ما هكما ترات جميعون التريب يعني اى ورأة درويتي مثلا تتعرف على الأن هو الاول هي تراية طريقة الل operate الـ الضبع فهما في الأول بيأخذوا بالشكل الأغلبية برده عشان ما نقولش موصف دم يعني طيبو هل بيبقى فيه مثلا شروط معينة ان انت لازم يكون معاكي لغات هل مثلا فيه طريقة فكري معينة لازم بيختروها في ايجبت اتسألتي في حاجات زي كده حاجات ثقافية مثلا او انا اصلا كان يعني السؤال بتاع هو الديتينج اونلاين ده ثقافي هو لازم تبقي مثلا تقر كتير حتى موازم المسابقة كانوا كل شوية خشوا على الجروب يقولوا لازم تقروا كتير الفاينل اللي هينجدكم اللي انتو تجاوبوا اسئلة كويسة يعني تجاوبوا اجابة كويسة وكمان عشان او طلعت مثلا المسابقة بورة لازم معايا لغاية معايا انجلوس طب انتي اصلا نوية تطلعي لميس ايرث ولا لا ملكة جمال الكون او ان شاء الله بس يا لغات دلوقتي يعني مفيش مبوشرات بكده عشان لسه رخصة ما جاتش بس انا يعني نفسي اطلع او امنيتك تروح بس هما عالينا من الاول يعني هتسافروا بس اللي انتو تبقوا شاركتو بس مش هتكسبوا ازاي هما بيقولوا مفيش مصرية بتكسب يعني الاسباب كده معينة بس يمكن انتي بقى تحطامي المقاييز دي والله ممكن او طب خلينا نروح لشوف فيديو تطويق ونرجع مرتين ملكة جمال مصر لسنة عشرين اتنين وعشرين ميس ايجيبت بنت مصر لسنة عشرين اتنين وعشرين هي ميس ايجيبت سنة عشرين حجار حجار شكرا لكم شكراً لكم في الصباح على خير حسنتي بإيه في اللحظة دي؟ أنا أصلاً قبل ما ينادوني أنا كنت تعملها عاية تعملها كده على الستيج خلاص اتوترت جداً وبعد مرة نادو البريمسس قلت لأ أكيد مش أنا قلت إجابتي ممكن ما تبقاش يعني كانت قوية جداً وأنا كمان كنت أول واحدة تتسئل طب إيه تسألت إيه بالزبط وجاوبت إيه؟ اتقلت قالوا لي إيه ثلاث صفات اللي اكتسبتهم من مسابقات الجمال قلت إيه؟ قلت الصبر والثقة والأنت يعني لما تبقي عايز حلم لازم تسيع عليها لقد ما تقدري أه تبقي مكتهدة يعني طب يعني أنت دروقتي كسبت المسابقة دي بتشوفي المسابقات دي يعني بالنسبة بقى للناس ممكن تضيف إيه؟ يعني أنت دروقتي لما كسبت المسابقة كملكة جمال مصر ممكن تضيفي إيه بقى؟ يعني العمل اللي أنا أعملها؟ أه يعني المسابقات دي ممكن تضيف إيه؟ هتقدمي إيه؟ وأنت كواحدة كسبت المسابقة دي ممكن تضيفي إيه؟ يعني أنا مثلا عايزة أعمل حملات عن التشاريتيز وكمان عايزة أطلع مثلا الغريمات عايزة أعمل حاجات في الخير أه فيه ناس كتير خدت اللقب يعني وبجدهم ما عملوش بأي حاجة أه أنا بحاول على قد ما أقدر مثلا إلي أنا أحافظ على اللقب بتاعي وإلي أنا أعمل بروجيكت هاتفة للمجتمع الخيري آه يعني التشاريتيز مثلا إيه؟ الحاجات اللي هي الحاجات الخيرية أو التبرعات الحاجات اللي هي بتاخد تبرعات يعني التشاريتيز يعني المعينة اللي أتي بتفكري فيها يعني المستشفى الناس مثلا أنا توصلت معاهم وهم ونقسهم مثلا حاجات كتير قوي فكت عايزة أعمل مثلا حملة وابتديت فعلا على الإنستجرام بتاعي نزلت جامعة أي حاج دي قدر نساعد الأطفال ونساعد المستشفى يبعتلي وإحنا وأنا أعلم التبرعات ونروح في كذا مستشفى طبعا لازم يعني مستشفى الناس 57 بهاية كل الحاجات دي طبعا لازم نتبرع لها يعني مهتمة بالحطة اللي هي اللي علاقة بالصحة وبالمستشفيات وبالأمراض وكده طب هوجر أنت بتحلمي بإيه حاليا أو مجاهزة إيه الفترة الجاية بقى الستابس الجاية تبقى إيه؟ بس الصراحة نفسي أمثل قوي أو يعني أنت نفسك تمثلي في الأساس أوكي بس يعني عاد أعمل الأول البروجيك دي وبعد كده إن شاء الله نشوف بأحوار التمثيل إن شاء الله بنشكرك شكرا جزيلا مالكة جمال مصر 2022 هاجر مختار نورتينا مرسي دي كانت حلقتنا النهاردة من صباح الورد أنا بشكر حضراتكم على المتابعة وبشكر فرير عمل بالكامل وبشكر زملتي ياسمين صباح الورد عليك صباح الفل عليك كريم بكرا إن شاء الله هنجيلكم في حلقة نهاية الأسبوع إلى اللقاء موسيقى جزيلا موسيقى 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 كره